بينما كادت أن تصل لعنان السماء أصابتها النكسات واحدة تلو الأخرى انفصل عنها جاستن بيبر بعد علاقة عاطفية دامت لسنوات أصيبت بدأي الذئب الذي يضرب الجهاز المناعي والآن تكافح من أجل مساعدة الأطفال حول العالم من خلال منظمتها الخيرية سي اي ان هي النجمة الأمريكية السيلينة جوميزة مغنية وممثلة بدأت مسيرتها وهي في عمر التسع أعوام من خلال قنوات دازني وحققت نجاحا باهرا دم لأكثر من عشرين عاما فمن هي سيلينيا جوميز وما سر انفصالها عن جاستن بيبر في 22 يوليو لسنة 1992 ولدت طفلة سيلينيا في مقاطعة جراند برايري بولاية تكسس الأمريكية لولدها ريكاردو جوميز وولدتها أماندا كورنت التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط أثناء ولادة طفلتها ومنذ عامها الأولى بدت عليها الموهبة وهو ما جعلها تبدأ مسيرتها المهنية في عام 2001 أي وهي في التاسعة من عمرها وكان برنامج الأطفال الشهير بارني أند فرينز هو بوابتها الأولى عبر رحلتها النجومية وبعد نجاح اللافت دام لمدة عامين تركت البرنامج ومرت بعدة تجارب في برامج أخرى ولكنها لم تحقق نفس النجاح وفي عام 2003 حصلت على دور صغير في فيلم الأطفال الشهير سبي كاتس 3 ثم في عام 2005 لعبت شخصية جولي في فيلم والكر تكسس رينجر وفي العام التالي لعبت شخصية أميلي جرس جارسيا في فيلم براين زابد كما حصلت على فرصة الغناء للمرة الأولى في هذا الفيلم في عام 2006 بعد أن بلغت عامه الربع عشر لعبت شخصية جوين في فيلم ديزني شهير The Sweet Life of Zack and Cody وشاركت في سلسلة هانا مونتانا الشهيرة من خلال شخصية ميكايلة التي أمتعت الجماهير كل تلك الأدور أثبتت موهبة الفتاة الصاعدة ومنحتها أول دور بطولة مطلقة لها في عام 2007 من خلال شخصية أليكس روسو في مسلسلي Wizard of Warfully Blaze المسلسل الذي حقق نجاحا باهرا للموهبة ذات الخمسة عشر واستمر عرضه لمدة خمس سنوات متواصلة حتى عام 2012 خلال تلك الفترة كانت سيلينيا شاركت في عمال أخرى مثل مشاركتها في فيلم الرسوم المتحركة هورتين هيرزاهو سنة 2008 كما حصلت على دور البطولة رفقة زميلها أندرو سيلي في فيلم Another Sandra Story وشاركت أيضا في فيلمي Princess Protection Program لديزني وفيلم وزاردز أوف ويفرلي بليس لم تتوقف نجاحة سيلينيا عند ممثلة موهوبة تكتفي بالظهور على شاشة الكبيرة ببعض الأدوار التمثيلية بل اهتمت كذلك بمسيرتها الغنائية والموسيقية ففي إحدى أميز المغنيات في جيلها في عام 2008 سجلت أغنية كورالا ديفيل لديزني ثم سجلت بعدها ثلاثة أغاني في فيلم Another Sandra Story تلها أغنية فيلم الكارتون تينكر بيل وأربع أغاني لوزاردز أوف ويفرلي بالإضافة لمساهمات غنائية عديدة أخرى أيضا أطلقت ألبوم Kiss and Tell في عام 2008 وهو أول ألبوم لها وكان من إنتاج Hollywood Records وفي سبتمبر لسنة 2009 شاركت في أغنية Born Ones Up مع جاسن بيبر وكذلك أغنية Stars Dance سنة 2013 وألبوم For You 2014 وفي صيف 2015 أبدأت بأغنية Good For You كما أطلقت خامس ألبوماتها وهو ألبوم Revival ومن الغناء إلى التمثيل حيث قامت بالأداء الصوتي لشخصية مافيز في فيلم Hotel Transylvania وأشاركت بطولة فيلم Spring Breakers مع كل من جيمس فرانكو وفانيسا هاجنز سنة 2013 وفي نفس العام لعبت دور البطولة في فيلم جيتا واي رفقة المبدع إيثان هاك وفي العام التالي ظهرت في الفيلم الكوميدي بهيفينغ بادلي على الصعيد الشخصي حظيت سيلينيا بحياة عاطفية صاخبة كانت بدايتها في عام 2008 عندما وعدت نيك جوناز الصديق السابق لمايلي سيروس إلا أن علاقتهما انتهت بعد أشهر معدودة ومرت بعدة علاقات عبر راحة عام 2011 عندما تأكد أنها على علاقة عاطفية مع مغني البوب جاستن بيبر في العام التالي انفصل بالسبب علاقات جاستن بيبر ببعض عارضات الأزياء ومع هذا صرحت سيلينيا أنها على استعداد للرجوع إليه في حال ابتعد عنهن وفي سبتمبر لعام 2015 وعدت الممثلة زاك إفرون وفي يناير 2017 وعدت أبيل تسفاي وانفصل بعد عدة شهور وبعد انفصلها بأسبوع واحد شهدت مجددا مع جاستن بيبر عدة مرات وبرغم من أنها نشأت على الديانة المسيحية الكاثلوكية إلا أنها توقفت عن ارتداء خاتم العفة كما كانت تلقبه وأقرت بأنها لا تحب مصطلح الدين وأنه أمر مفزع بالنسبة لها ومع هذا لا تزال تتردد على الكنيسة أيضا من الأمور المثيرة في حياة سيلينيا هي العمل الاجتماعي الذي تقوم به فقد كانت لفترة طويلة المتحدثة الرسمية لشركة بوردن ميلك وظهرت في حملة دعائية للشركة أيضا شاركت في حملة تشجيع المراهقين على المشاركة في الانتخابة الرئاسية في 2008 وفي 2009 اخترت سفيرة لمنظمة اليونساف وفي عام 2014 أسست منظمتها الخيرية سي اي ان لمساعدة الأطفال حول العالم وذلك بأن أصيبت بمرض الذئب الذي تسبب في إصابتها بتورمات في الوجه وصداع وألام المفاصل واليوم تعيش سيلينيا جوميز قصة حب جديدة مع منتج تزيلات بني بلانكو والذي يبلغ من العمر 35 عاما بينما علق بني على ذلك قائلا أنا قبيح للغاية وملامحي بشعة للغاية معادة سيلينيا لي كأنها عمل خيري حقيقة أنها قبلت أن توعدني أمر جنوني فأنا أسأل نفسي كل يوم كيف وافقت ودخلت بعلاقة معي وأنا أفهم أن معجبيها يكرهنني بالفعل إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو